السلام عليكم أولا نقولكم عام سعيد حارة تهاني وأطيب التماني أزفها لكم معبر قناتي كهنا جورجورا كويزين نتمنى للجميع أنه هذا السنة تكون سنة خير إن شاء الله اليوم بإذن الله نحضر مع بعض حلوة جافة ببيضة واحدة بالزيت بدون طبع توجد يعني على السريح نتمنى تعجبكم وتعتمدوها سنة خير سنة خير سنة خير سنة خير سنة خير نبدأ بسم الله بحرارة المطبخ نضيف عليها مغرفة صغيرة فانيليا نحضرها نصف كاس سكر حبيبات سكر كريستاليزي أولا فقط بالفوة هنا بدون بطر نحاول نذوب السكر عفوا ونحلو جيدا بيض البيضة لأنه السفار سهل لذا يتطلب نحركها جيدا حتى يتغير اللون نضيف نضيف نصف كاس زيت بالميليلتر 100 ميليلتر نضيف بيضة واحدة نضيف بالتدريج ونلاحظوا أن الخليط يبدأ يثقال ويتغير اللون يبدأ أبيض كما قلت مقادير بسيطة جدا وسهلة التحذير بدون بطر بدون زبدة بدون كوكاو أو لوز أو حتى الججلان نضيف عليها مغرفة مازهر جيدا إضافة إلى مغرفة صغيرة اللي ضفناها في الأول تاع الفانيليا يعني ما نحسوش بريحة الزيت بتعم الزيت هنا حضرت حوالي 300 غرام فارينة مع خميرة كيميائية اللي هي نص أو 5 غرام ما تكثروش في الأول نخلطه فقط بالفوي حتى تدخل ملاحة الخميرة الكيميائية في الخليط الأول بعد ذلك نكمل باليد نقول لكم في مباد الكمية نحن نضيف الضغط هنا القوة لا تكون تلاسق في اليد ولا تضيف تلاسق لأن كما لاحظت خدمناها بالسكر حبيبة أو السكر خريستاليزي مع الزيت إذن لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك الحلوة متأكدة أنكم رايحين تحبها هي مقرمشة خاصة الأولاد والذيذة كثيرا لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك لاحب ذلك كما قلت هي سريعة جدا هولك القوام هنا غير محتاجين نجعل العجينة تريح حضرنا فقط السكر البني مع قليل من ماء ماء الورد أو مازهر مع العدوية هذه المسننة شكلوا هكذا ديبول أو كريات صغار الحجم التي تحبوا أو وزنها إذا أحب ذلك هكذا متوسطين وزنهم 30 غرام وإلا إذا أحبتوا أقل ديروهم 125 غرام ومروهم هكذا في المزهر ثم السكر هنا ما لديكم السكر البني خدموا بالسكر العادي أو السكر الأبيض نفس الشيء فقط الزوغ يختلف قليلا كما لاحظتم هذا العجينة سهل علينا المزهر لأن لم يكن المزهر كثيرا 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 ورق الزبدة لا تلسق وفورة تكون وعفا نسخنته على درجة حرارة 150 درجة لأكثر نبدأ نزينها بهذه الطريقة كما قلت هذه الدوية مسننة تعطي لكم شكل الوردة نزيد لكم الثانية ما كده تفهموا يعني مليح إذا عندكم مبشور الليمون أو برتقال مليح مع ذوق السكر البني كما لاحظتم لديه بنت الكرامل يعني المزج الفانيليا وبشور أو قشور الليمون أو برتقال مع الكرامل ذوق رائع نزيد لكم السكر العادي يعني نفس الشيء نفس الطريقة تحصلوا على شكل زهراء كما تلاحظوا شكل شباب بدون طبع فقط بهذا العدوي نحطها الطيب ونطلقها في صحن التقديم ها هي أخذت اللون الذهبي من تحت وشعلنا لها شوية من فوق يعني الشكلة رائع الذوق أروح نقطع لكم أحبة تشوفوها نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم فقط عسوها أكثر ما تحرقش وورق الزبدة أو ورق الطهي هنا ضروري أنا ما خلتها تبرد انتو ما خلوها تحصلوا على بسكويت مقرمش ولذيذ جدا وطب مليح على هذه نقلكم إلى اللقاء نتلقى في وصفة أخرى فيديو آخر السلام عليكم موسيقى